وهنا برضو السؤال المهم انا مقدر تماما وكلية ان الرئيس السيسي عايزي دعم حكومته ووزراء ويرى جهدهم وهو جهد مخلص ويتابعهم تقريبا بشكل يومي ومؤمن تماما بانه يعني احساسه بان الناس بتخدم العمل العام وبتخدم في مواقعها بتمام الاخلاص لكن اتصور واحنا ازاء فترة فيها رغبة من الرئيس شخصيا قالها واعلنها بصرف النظر ووضوح حتى الحوار الوطني حكاية انه التوجيه الى انه القطاع الخاص ياخد دور اكبر انه احنا نطرح شركات الدولة وجيش للبورصة كل التوجهات اللي قالها رئيس السيسي على اكثر من اللقاء وفي اكثر من مناسبة ده معناه انه رئيس بيطور في قرارات او بيطور في السياسات لا اتصور انه المفروض تغيير السياسات يبقي نفس الوجوه اللي تنفيذ السياسات تغيرت السياسات الجديدة في حاجة الى وجوه جديدة وليس معنا ذلك امتقاصا في كفاءة او قدرات الوجوه التي نفذت التعليمات والتوجيهات من قبل ولكن تجديد يجبه التجديد الذي يعني رئيس السيسي بصفة القائد الاعلى القاتل المسلحة بشكل منتظم وثابت في تغيير القيادات في الاسلحة وتجديد لدماء القيادات هو ده اللي مطلوب في الجهاز التنفيذي للدولة وعلى رأس الحكومة في تصوري يعني وفي فهم المتواضع انه علشان لانه طول الوقت انا يعني انا حافرت الحفرة دي وتعبت فيها وطلع يعني عيني فيها وصرت الليالي فيه فانا اللي مطلوب مني اردمها لا برضه صعب علي جدا يعني هدفا ان انا عملت فيها جهد انه ايه انه ايه نفس حكاية انه سياسات بوزل فيها مجهود جبار لتنفيذها فالنهاردة بنقول احنا هنغير فيها ماينفعش التنفيذي بهو هو اتصور برضه في فهم المتواضع